برج الجوزاء. آآ خلينا نشوف طاقتكم في هاي الفترة التوقعات. خلينا نشوف اول شيء الطاقة تبعتكم كيف حتكون طوال هاي آآ الفترة. آه آآ شوف يا برج الجوزاء? عم بتكون في قدامة آآ في في شخص يمكن عم بيخوفك خاصة يمكن في العمل في العاطفة من الاصدقاء آآ عم بيخوفك او عم بيكون متسلط او كلامه جارح او من هاي النوعية آآ فاللي عم بشوف طاقتك في هاي الشهر كل الشهر عم بتركز على هذا الموضوع انك تحجم هذا الشخص انك عم بتحط مع هذا الشخص لانه شخص متل شخص آآ غريب الاطوار آآ بيحب لك الشر ما بيحبك آآ عم بتفكر طول الفترة او عم بتكون مش خايف يعني عم بتكون آآ آآ بدك تتخلص من هذا الشخص وفعلا رح تتخلص منه. او عالاقل من الخوف والمشاكل اللي عم بيسبب لك اياها. خلينا نشوف ازاً بشكل عام توقعات الزوزاء. اوه. آآ زي ما قلت لك. في كار ما عندك. هذا الشخص اللي ظلمك رح آآ تظهر عليه النتيجة وراح ياخد جزاؤه هذا الشهر. هايز فترة اللي انا قلت عنها. رح يصير في. آآ خلي اوه على فكرة وراء كتير للجوزاء الحمد لله. واخيرا. اوهو. خلينا اقول الطاقات قبل ما انصت طاقات حبايبي عم بتكون آآ ميزان ممكن فيه الجوزاء اللي هو انت وممكن شخص تاني كمان عم بتتعامل معه جوزاء آآ عم بتكون. اكتر من مرة مر معاي الميزان. شرابية كمان. كتير ترابيا شوي. آآ فيه مائية. فيه هوائية. هدول اكتر شي يعني آآ بيانوا. ازان قلنا فيه كار ما عندك هادا هاي الفترة وراح تاخد آآ حقك من هذا الشخص اللي آآ ظلمك. آآ مبين فيه ناس عندهم آآ سفر. انا عم بحتي بشكل عام يمكن آآ وانتو تتفستروها زي ما انتو ظروفهم يعني انتو اعرف الموضوع. وقراءة عامة ما بتنطبق على الكل. ازا حكيت عن مواضيع عاطفية ممكن تكون عكسية. انتو تعرفوا هذا الموضوع. بالنسبة للسفر ممكن جدا انه درج الجوزاء هاي الفترة آآ يسافر. فيه عنده سفر ولكن آآ مع اشخاص مش وحيد. آآ على الاقل شخص واحد ممكن يكون معاه. آآ فيه رجوع من شخص في آآ او شخص جديد حتى. ولكن اللي مبين اكثر انه فيه شخص قديم على فكرة كمان فيه فرصة آآ حامل قوية جدا للجوزائيين. آآ ان كانوا نساء او للرجال الجوزائيين النساء هم. آآ فيه عندهم آآ قفل ممكن يكون آآ آآ فيه فيه يعني آآ اكتر من آآ خلينا نقول اكتر من فرصة. فيه فرصة حمل وفيه فرصة خلينا نقول معنى تاني للكرت انه ولادة مشروع جديد. شيء اكسترا انت عم تشتغله عن الشغل او بهذا الموضوع. وممكن يكون آآ بالنسبة للرجال الجوزائيين. ممكن تكون هاي عبارة عن آآ انثى متكاملة. آآ عم تظهر في حياتهم وعم بتأسر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين. آآ عم بشوف فيه تنازلات كتير من الحبيب. فيه عرض وممكن يكون عرض زواج او عرض رجوع. عم بشوفكم. آآ رغم الاختلافات الكبيرة بناتكم. فيه مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين. ولكن آآ عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب فيه حب حقيقي آآ بناتكم. هاي العلاقة عم تتوج عم تتطور يعني من هذا النوع. عم بيصير فيه توازن. من بعد من ظلمت فيه ميزان. فيه اكتر من ميزان فيه عندك ثلاثة. فيه عندك ثلاثة ورق فيهم قارمة. في آآ مية بالمية رح يوصل لك اكل حديث عندك وممكن يكون آآ في العمل. ممكن يكون في العاطفة. بس انا شايف بالعاطفة خاصة آآ رح يركز برج الزوجاء العاطفة لانه فيه سعادة عاطفية كبيرة جدا. آآ ممكن تكون كمان آآ زواج. شايف بينك وبين الشخص اللي بتحبه في آآ زواج في اولاد. ازا كنتوا اساسا متزوجين فالاولاد رح يفرحوكم بموضوع معين آآ او انه يعني عم تتقربوا من بعض اكتر من بعد ما كان يعني الجوزاء شوي بعيد آآ ومشغول بشغله وباموره آآ عم بشوف عم بشوف كتير آآ فيه فرصة انه يعني ترجع الامور يعني شايفيتها احلى من الاول حتى بكتير. في آآ مادة في ترقيب العمل آآ في رح تاخد حقك ازا كان اللي عميتي عليه بالعمل رح تاخده في مش مشكلة ولكن في حدث كبير رح يصير هذا هاي الفترة هذا الحدث آآ رح يعطي كل واحد على حسب نيته خلينا نقول. ازا انت كنت آآ انا ما بعتقد ان الجوزاء بيظلم. آآ ازا انت كنت آآ ظالم حدا رح تاخد جزائك او العكس صحيح. فانا ما يعني ما يعني ما مش عارفة ازا التوزاء ممكن يعمل هيك شي بس انا اللي بعرفه لا. آآ شايفة انه الصخص اللي بتحبه او آآ شريكك آآ عم بيراقبك كتير عم بفكر فيك طول الوقت آآ عم بيكون في عنده شعور بندم يمكن عمل آآ شغلة كبيرة او شغلة زعالتك آآ بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف آآ قد ما كان فيه الاشخاص عم بيحاولوا انه يصطوا من معنوياتك عم بشوفك طاير لفوق يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي الشهر حلو على الصعيد العملي وعلى الصعيد المادي والعاطفي اكتر شي فانيا لهم. ان شاء الله يا رب انه شو نصبف مع آآ اكبر عدد ممكن. خلينا نشوف اكتر على العاطفة. كاز كبير جدا 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 من الحب. في مشاعر خوية كتير بينك وبين الحبيب عم ترجع تتحرك وعم يرجع الوضع يرجع آآ احلى من الاول زي ما قلنا. آآ شايتك عم تتشرط آآ عم بتحط شروطك. عم آآ تتحكم تكون انت المتحكم في العلاقة. آآ شايتك برج الجوزاء عم آآ تستعين شوي بشخص اكبر منك. على فكرة الشريك آآ او هاي هاي قراءة ممكن هاي تعاطفية وممكن تكون عكسية ايضا. آآ انت او الشريك آآ عم بيخبر اهله عن الموضوع. الشريك ممكن عم بيخبر اهله عن الموضوع. وعم بتم الموضوع على خير. شايتك فيك تطور للهاند مان اللي هو الامور اللي كانت مؤجلة. الامور اللي كانت آآ كتير. آآ خلينا نقول آآ جامدة. كلها رح تتحرك يعني بالعلاقة العاطفية. فيه حركة وفيه كتير. هاي الفترة. شايفة انه الشريك كتير مقبل آآ عليك ورح يعني اقدم آآ شي بالنسبة لالك. شايفيتك بالنسبة انت لالك رح تكون شوي حذر شوي آآ آآ عم تكون تقيل يا وادي تقيل. بس آآ عم بشوفك انت بتحبه هو بيحبك يعني فلسول آآ تكبير الراس. آآ عم بشوف من بعد ما كنت آآ انت في عندك غيوم في عندك آآ آآ اكاذيب عن الحبيب يمكن آآ مناوشات آآ مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد الله حلو جداً لورق للجوزاء يعني يمكن يكون من آآ اكثر الابراج المحظوظة هاي هاي الفترة لانه احلى ورق يعني بيان عندي تقريباً آآ بيان انه في آآ كتير رح تكون يعني حميمية اكتر في العلاقة بينك وبين الشريك خاصة اذا كنتوا ازواج فرح يكون اكتر العلاقة ما بينكم اكتر آآ حميمية اكتر آآ قرب. فكل الورق نفس يعني كل ورق حلو الحمد لله للجوزاء. خلينا نشوف عقلك الباطن يا جوزاء شو عم بيقول لك هاي الفترة او عم على شو عم بتركز اكتر شي. آآ. في عندك آآ انتصار كبير. آآ شايته اكتر من ناحية عاطفية. آآ او حتى من ناحية عمل. فيه مشروع كان جامد. فيه مشروع كان آآ يعني مكتوب له الفشل او كزا. شوي شوي عم ينور. وازا كان هذا الكرت آآ على الصعيد العاطفي لبعض الاشخاص. فشايته فيه شجرة عيلة. فيه تطور للعلاقة في آآ ولاد في زواج في يعني في فيه شجرة عم يتنور. شجرة العيلة الجديدة عم بتنور. حتى لو كنتم بتزوجين طبعا. طيب لو في تحزيرات او بشائر ممكن تكون بس اكتر ايش تحزيرات هادا الورق. لبرج الجوزاء شو عم بيكون? آآ هنا طلع مقلوب آآ عم بيقولك انه شوي روحانياتك يمكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء عم تبعد شوي آآ عن الروحانيات الصلاة الدعوات. فمتل مش تحزير يعني تحزير يمكن انه لأ ما تعمل هيك. آآ الفترة الجاي حاول انه تزيد روحانياتك تزيد آآ صلواتك تزيد العلاقتك يعني في ربنا بشكل عام آآ اكتر اشي هيك بفهمه انا هادا الكرد. هدول الكروت انا كتير بحبهم. زي ما بعطونا اشياء ايجابية. دائما يعني بس بقى الاغلط. بيقولك اتمنى. بيقولك اه اتمنى اي اشي هاي الفترة. آآ وتخيله فرح يصير. وكأنه عم بحكي لك في امني رح تتحقق هاي الفترة. فآآ اطلب وتمنى زي ما بقولك. فكرت جدا جميل. يعني بيكمل قراءتنا وبيكمل الامور اللي حكيناها. شوف كمان نصائح. من الان تقوليش? بيقولك انت اساسا اه مثل معلم روحاني في داخلك. ولكن انت مش مطور هاي الشغلة. انت ما عم تتعاطى مع الطاقة الكاملة اللي داخلك. آآ زي ما قلتلك قبل شوي بالتحذير انه بعيد شوي انت حاليا من آآ من موضوع الروحانيات فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الايجابية طبعا اللي عندك اياها. بيقولك انت بالاساس شخص روحاني وبالاساس ممكن تكون معلم آآ حتى روحاني او للناس اللي حواليك. آآ ولكن بيقولك نمي هاي هاي الموضوع ما تخلي آآ يعني ضعيف داخلك. نمي لانه له مستقبل معك. آآ بيقولك ارجع طفل. اطلع من الطاقة اللي انت فيها الزعل والنكاد والآآ كزا. بيقولك آآ هاي الفترة كتير رح تكون حلوة فارجع طفل ارجع استمتع بالامور اللي كنت استمتع فيها زمان آآ مبين برج الجوزاء شوي من كتر التجارب السلبية اللي عاشها بالفترات الماضية. آآ صار حتى الاشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها. فبيقولك لأ. رجع حالك لآآ لجوزاء القديم. لأ انت آآ شخصك القديم. لآآ شخصيتك القديمة هي الصح. فبيقولك ما تتغير ما تخليك كفل من جواتك. انت اساسها مقفل. آآ فبس عم بيقولك. انه ترجع تستمتع بالامور اللي آآ وتعطي وقت لنفسك يعني مش كله شغل واهتمام بالآخرين تعطي وقت اكتر لنفسك. تحب حالك اكتر. آآ بيقولولك في في حقيقة معينة رح تظهر قدامك في او حقائق خلينا نقول في هاي الفترة. فكون آآ متنبه جدا للرسالات الكونية. لكل شي حواليك. للحاس السادس اللي داقلك. في كتير امور رح تظهر قدامك. آآ كنت انت منخدع فيها يمكن. كنت انت آآ موهوم فيها. ففي حقائق كتير رح تظهر آآ قدامك ويكون موضوع لمصلحتك لحتى يكون لمصلحتك تكون كتير متنبه للرسالات اللي جايتك آآ من حولك. فاحبايدي بورد الجوزاء بشوفكم بالفيديو الجاي.